دي نقطة خلينا بقى نروح ليه الماتش النهاردة ومنكلم عن مصر ويه الرأس الأخضر طبعا فيه فرق كبير في الرانكينجز وفي كله ودس داخلة بتقولك مصر الجيم في جبهة يعني خلاص بس في نقطة انت ممكن جدا الثقة الزايدة دي تعمل عكسي أو تبقى لها نتيجة عكسية على الأرض ازاي نخلي بالنا برضو من النقطة دي لانت عارف الثقة الزايدة بتبقى موجودة في بعض الأحكام يمكن زي ما أحدك قلت مصر طبعا تواجه الرأس الأخضر بطولة أم أفريكا الكورت رياد رقم 25 للرجال بتقام في مصر في صلة أكتوبر الدولية يمكن منتخب الرأس الأخضر هو عامل مفاجأة والحسان قسط في البطولة وصل لنهائي الأول مرة في طريقه ويدي تاني مشاركة لبطولة اللي فاتكت في تونس 2020 شارك وحق المركز الخامس فتطور رهيب جدا أنه تاني مشاركة ويوصل لفاينال فاينال قدام مين قدام مصر بطل أفريكيا حامل اللقب وطبعا بطل أفريكيا سبعة مرات منتخب مصر طبعا مش قدر أتكلم عنه كتير لأن منتخب مصر كل العالم بيتكلم عنه بالذات الفترة الأخيرة 2021 منتخب مصر دينمارك ومصر دي حقيقة بطلت العالم بكتف مصر حامل اللقب طبعا منتخب دينمارك ومصر طبعا يمكن عملت مطش تاريخي وصل لرميات جزائية كمان منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريكي في أولمبياد توكي يوصل مربع زهبي فتحاجة محصلتش في التاريخ قبل كده منتخب مصر واخد في ضد ضحر البحر متوسط ويمكن كان قريب من الدهبية يمكن بس أخطاء بسيطة قدام منتخب أسبانيا منتخب مصر وبطل أفريكيا اللي فات في تونس قدام تونس في أرض تونس وكسب تونس في النائق قدام جمائرهم فمنتخب مصر ما عنده العديد من اللاعبين كمان المميزين في أكبر دورات أوروبية علي زين طبعا نجميناد الأهل السابق ونجمي بارشنون السابق ونجمي دينال بوخريست عندك محمد سند من هدفين الدوري الفرنسي وأفضل جناح أيمن يحيى خالد فيزبر من مجري لو عادت أتكلم عن لعيبة مصر كتير جدا ومعنا طبعا مدرب اللي هو الإسباني روبيرتو جارسي باروندو أفضل مدرب في أوروبا 2019 واخد دارة أبطاء أوروبا واخد توت أفريكا مع منتخب مصر إن شاء الله تبقى اللقب التاني والتاني على التوالي فمنتخب مصر طبعا منتخب كبير لكن كل شيء وارد في الرياضة أنا اتكلمت مع المدرب باروندو بعد ماتش تونس في المؤتمر الصحفي وبعد المؤتمر الصحفي فاروندو قالها صريحة أنا هجهز الماتش زي أي ماتش لكن طبعا فيه ضغوط علينا غير المنتخب التاني منتخب التاني زي لو الرأس الأخضر طبعا هو مش هيفرق مع أي حاجة نهاردة هلعب قدام مصر في جماهيرها هلعب ولا كأن فرق مع أي حاجة هو بلعب نال أو مرة في تاريخه فالقيب هتستمتع أنه بتلعب ماتش زي ده وهيب عندهم أريحية إحنا لدينا ضغوط زي ماتش تونس إحنا كعندنا ضغوط كبيرة جدا نحب نلعب قدام تونس قدام جماهيرنا سيمي فاينال وماتش مصر وتونس دايما ديربي عربي أفريقي دايما فيهم مواجهات مسيرة جدا طبعا مصر وتونس آخر كم سنة هم الفاينال هم أفريقية المرة يتقابل في السيمي فاينال فكتت مبارسة منتخب مصر قدري يكسب 29-27 في السوان الأخيرة لكن أنا شايف منتخب الرأس الأخضر لا يستهم بي منتخب قوي جدا منتخب عنده عناصر مميزة وكمان عنده قوة بدنية وسرعات مهمة جدا لكن أنا مواصل طبعا في منتخب مصر وفي باروندو في الجهاز الفني وفي لعيبة منتخب مصر نموة النهاردة هي روحوا الجميل كلها فرحانة باللقم بإذن الله ده يحصل وفكرة برضو عندنا لو بصينا في تفاصيل المنتخب شوية هتلاقي في حاجة حلوة قوي أنت عندك مزيج ما بين الخبرة ومزيج ما بين الشباب فلما الشباب العنصر الشاب والخبرة بيجتمعوا تلاقي برضو قوة مختلفة ونتمنى وأنا بعد إجابتك أن عايز أربط ده شوية بكرة القدم وإزاي ممكن أن نتقلق زي ما احنا متقلقين في اليد كده ينعكس برضو على كرة القدم المصرية يمكن زي ما حضرك قلت فعلا منتخب مصر مزيج بين الخبرة وبين الشباب وبين النجوم الصفوة في أوروبا زي علي زين محمد سند وكريم هنداوي ويحيا خالد ويحيا الدرق اللي هيروح في إزبرين برضو منتخب مصر عنده عناصر كمان شاب يمكن بروندو اختار أكتر من عنصر شاب في البطولة دي أنا شايف كمان مهاب سعيد موجود جديد في القائمة هو كم سنة تقريبا مهاب؟ مهاب تقريبا 19 سنة أو 20 سنة مهاب سعيد عندنا أحمد خيري رجع منتخب مصر وبردو لعب برضو كويس جدا عندنا شادي خليل عندنا فيصل في لعبة كتير جدا صغيرين دخلوا مع المنتخب مع اللعبة الكبار طبعا حسن أداح برضو حسن أداح دخل منتخب مصر من سنتين ثلاثة بعد طبعا متولة العلم للنشئين اللي خدوها في مكدونيا كان مصر بالزهبية فطبعا دخل مع المنتخب وحصل مزيج مع اللعبين الكبار ودخل في وسط الفرقة وبقى من نجوم المنتخب وبقى بيلعب أساسي كمان فأنا شايف أن منتخب مصر بقى فيه مزيج من الخبرة ومن الشباب ومن النجوم اللي في أوروبا فده مهم جدا منتخب مصر وجيل واعد وجيل يقدر يحق نجاحات كبيرة وبيحق لحد دلوقتي فأنا شايف ده مهم جدا الحتة اللي حديك تانية اتكلمت عليها بتاعة الكرة القدم أنا شايف أن كرة اليد هي أنجح لعبة جماعية في مصر بدون شك جماهرية؟ لا مش جماهرية أنا أتكلم كمنظومة يضية نكحة جماعية طبعا الشعباء الليقول الكرة القدم ده طبيعي في الإعلانات وفي البس وفي كل حاجة ده طبيعي لكن هي اللعبة التانية جماهريا في العالم هي كرة اليد واللعبة الأنجح في مصر جماعيا هي كرة اليد ليه بنقول جماعيا؟ لأن مصر بطل عالم النشئين مصر ثلاث عالم للشباب مصر بطل أفريقيا مصر رابع العالم في أولمبياد توكيو وسبع العالم في ثلاث العالم فأنا شايف أنجزات كرة اليد متواصلة جيل مع جيل بيسلم جيل الاتحاد بيمشي الاتحاد اللي بعده بيكمل ده اللي منجح الاتحاد كمان الاتحاد عنده أنا شايف أن الثقافة بتفرق في كرة اليد عن كرة القدم في كورة اليد برضو الثقافة والمن ثلاثة شوية بتفرق جدا عن كورة القدم كل اتحاد بيجي عنده خطة واضحة بيكمل على بعد محدش بيردم زي ما بيحصل في الكورة في كورة بنيجي نشيل عناصر دي نقطة قويسة قوي على فكرة احنا مش هنعديها كده يا سي نقطة قوية لا طبعا جدا في كورة القدم كل واحد بيجي بيشيل القديم ويجيب الناس الجديدة ويبدأ من جديد ويبدأ يحط استراتيجية جديدة دي حقيقة مبقاش في دراسة انا شايف ان في اتحاد الكورة في حاجة كتير جدا بيجيبها تخبط وده حصل وده فرق جدا انه مدرب جي وفاجأة بعد اسبوع العشر تيام ماشي بعد ماتش ولا ماتشين طبعا ده بيفري جدا لكن منتخب مصر كورتلياد او منظومة كورتلياد انا شايف منتخب للنشئين اللي مدرب منتخب للشعائيين اللي مدرب منتخب للكبار اللي مدرب كل ده بيكتمع مع بعضه انه بيكمل منظومة النجاح اللي في الاخر بتحقق انجزات للتلات منتخبات مش لمنتخبات